أصوات دكتور وش يمكن للمستهلك يخلص الأقصات المتبقية دفعة واحدة يعني بقى الواحد لمدة الخمس سنين مثلا وربما أكثر وعندوه شي بركة وش يمكن يمشي خلصها دفعة واحدة ولكن نعم وش كين شي مسترى معينة وأيضا الفوائد شنو مصير هذيك الفوائد طبعا كينما يسترى باش يحمي نفسه أول حاجة هو تخصو يطلب واحد الكشف ديال القرض ديالو يعني المبلغ الإجمالي مع هذوك الأقصات اللي يخصو يقدي شهريا عندو واحد الكشف فيه ثلاث سنين أو أوربع سنين أو خمس سنين لحسب المودة اللي داين وعندو واحد صفوف ديال الكتابات اللي نفذك العقد كين المبلغ الأساسي كين لور هو التاريخ يعني المدة فقاش يخلص إنا شهر من إنا سنة وعندو المبلغ الأساسي وعندو الفوائد القانونية وعندو قسط أمين والمجموع هو المبلغ يقتطعلو يمكن نزيلو هذي على هذي على هذي وكان يقتطعلو هذك المبلغ الإجمالي من اللي كنجيو نتخلصو مرة وحدة ومسبق على التاريخ اللي كان مفروض ينتهي في العقد ديال القرض معهم مع البنك تنقبط غير ذك الأساسي كندير الجمعة ديالو وكنحيد الفوائد وكنحيد أقصى التأمين كلها وكيرو رجع لي الإجمالي الصافي اللي تخصيني أديلي يوم من لين أديه تنعطي أولا الأداء أخذيكم عن طريق شيك تانيا خصني لازم ما نساش ناخد رفع اليد علاج ذلك رفع اليد باش ما يجيوش عندي من بعد ست شهور ولا من بعد عامين يقولوا لي حقا ما زال عندك واحد تريطة ما خلصيهاش ما زال عندك جوج ما خلصيهاش را حقا كانوا عندنا تالفين إن نأكد على رفع اليد ديالي ناخدها هالشيك ديالي ها هو موجود المبلغ عطيني رفع اليد اللي يجيزي لكم بخير ويكون هالشي بالمراسلة 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 من الأحسن تكون بالمراسلة يعني بناء أو تبع الطلب اللي دات لكم باش نأدي مسبقة للقرض ديالي أكدتوا لي القابول ديال الطلب ديالي وحددتوا لي المبلغ في مبلغ كذا وكذا وكذا وتجدون طيه شيكا مسحوب على البنك كذا كذا بمبلغ كذا بطاريخ كذا يحملوا رقم كذا المرجو موافتي برفع اليد بمجرد توصل بهذا الشيك نعم وتحتاج دكتور هذه الإتبات يعني لنسب الإشعار عفوا أو عبر البريد المضمون لا ديالي نخص الإشعار بتوصل أنا غير طريقة للضملي بأنني كون عندي ما يفيد منهم توصلوا برسالة ديالي سواء المفوض قضائي أو من يد ليد غالبا من يد ليد ولا أرفضوا من يد المفوض قضائي أصوات